السلام عليكم ورحمة الله الله مصر لي وسلم وبرك على سيدنا محمد كديرين لبس عليكم كل شي بيخير تنتميناكم تكونوا بيخير وعلى خير وفي احسن الاحوالي ان شاء الله ومرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم غدي نقدم لكم التباق زيال الكوغ جيتة والقرعة الخضرة بالزاطر كتجي رائعة كتجي بنينة وصحية وإلى عجبتكم تبعوا معي حتى لأخير وما تنسوش اللايك اهلا بركة الله نزمعكم بطريقة تحضير اهلا بركة الله لها دا القرعة هاو الكوغ جيتة غالي نحتاج لها واحد الكمية ديال لحمد ديال لبقري والنوعية والكمية على حسب الرغبة ديال لكم وشوية ديال القزبور مع النسبة خلطة مع واحد ماتجة كبيرة اللي حيت لها زريعة وكشرتها من فقطعة مربعات صغر وبطبيعة لها الكوغ جيتة والقرعة غالي قسمتها على جوجة أول حاجة نبدأ بها هنا يفت نجرة كنبض اللحم وغاد نزيد عليها واحد لبصلا محكوكا واحد لبصلا كبيرة محكوكا وغاد نزيد عليها التوابي اللي فيها هنا شوية جال القرقم شوية جال سكنشبير للمرح حسب الدوق شوية جال البزار وخمسة جال اللي حبت جول اللي هيل مع شوية جال الزاتر وعندي هنا تقريبا واحد جوجة مع الكوكبار جولة زيت زيته شوية جال البزار سوف نشحرها واحد شوية شوية جال البزار سوف نشحر اللحم واحد شوية ومن بعد سوف نغطيه بل ما نجعله يغطيه تغطيه شوية جال البزار الضهور بعد ذلك نجعله أخطيه بل ما نصدع لنا مريكا للمرحل اللحم ثم نضيف القرع سوف نضع المطلقة لتمر بصغر سوف نضع المطلقة لتمر بصغر و سوف نضع المطلقة لتمر بصغر 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 سوف نضع المنزل يجب أن نضع المطلقة عادة سوف نضع المطلقة لتمر بس angli و اضغيه كالطيب صفينيه كما تشوفو معي نخليه حتى تشرب و تتعليك الامريقة لها عاد غد نتقي عليه و هدا واشك النهائي هيا للكونجيته و الكرعه خضره بزا ترقره كتجي رائع كتجيبنينه بزاف وصحيه اتمنى اعجبكم مشاهدين كيرام اكيد اذا جربتها سيتعجبكم ولا فيديو مقبلة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله